اشتركوا في القناة الفلتر العادي لو كان عندنا جدول زي ده ونعمل مثلا فلتر على المورد بنعلم على العمود كله من فوق وبعد كده بنروح على سورة اند فلتر وبندوس على فلتر ومن هنا من السهم الصغير ده باختار انا عايز اعمل فلتر على ايه لو انا هشيل مثلا شربه وعايز توشيبا بس وادوس اوكي بيظهر لنا النتيجة بتاعت منتجات توشيبا ده بالنسبة للفلتر العادي طيب ايه الفرق بينه بين الادفانسد فلتر او التصفية المتقدمة الادفانسد فلتر انت ممكن تعمل فلتر بكذا متغير مش بس المورد انت ممكن تاخد مثلا المورد والمغزن مع بعض او المورد والمنتج والمغزن ايا كان عدد المتغيرات اللي انت عايزها بنجيب الادفانسد فلتر ده من ايه بنروح على التابات اللي فوق دي بنروح داتا هتلاقي هنا في الجزء بتاع صورت اند فلتر هتلاقي كلمة ادفانسد بندوس عليها ده الشكل بتاع الادفانسد فلتر كل الاختيارات دي ان شاء الله هنشرحها مع بعض خلال الفيديو اول حاجة بس لازم نكون عارفينها ايه اللي انت هتعمل عليه التصفية او ايه اللي انت هتعمل عليه الفلتر وقاليكم مسلا المورد توشيبة بتاخده كوبي هنا ونحطه في الحتة دي مسلا في اي مكان انت عايزه انا اخدت العنوان والاختيار اللي احنا هنشتغل عليه اللي هو ايه توشيبة او ممكن شرب ايا كان اللي انت عايزه بس المهم معي ان انت تاخد العنوان معاك ونروح على الادفانسد فلتر اول اختيار مكتوب ايه فلتر زا ليست ان بلايس يعني هيعمل لك النتيجة بتاعت الفلتر في نفس المكان اول حاجة هنا اللي سترينج ده اللي هو الجدول بتاعك اللي هو مكتوب في كل البيانات بتعمل عليه تاني حاجة الكارتيريا رينج ده الحاجة اللي انت هتعمل عليها الفلتر اللي هي ايه اللي احنا قلنا هنا المورد توشيبة فانت لازم تعمل سيليكت على العنوان مع الاختيار بتاعك الجدول والكارتيريا رينج ده اللي هو الايه الفلتر اللي انت هتعمله تعلم على المورد ولا المنتج نفسه او على قصدي العنوان والمورد نفسه وتدوس اوكي هتلاقيه على طول طلع لك النتيجة بنفس الفلتر العادي اللي انت كنت بتعمله طيب خلينا ناخده خطوة لبعد كده ان احنا نعمل ايه دي مسلا المورد مع المنتج مسلا او هناخد المنتجات بتاعة التلفزيون من توشيبة هنروح برضو على الليست رينج دي اللي هي الجدول بتاعنا بتعمل عليه سيليكت الكارتيريا رينج بتختار العنوان مع اختياراتك لا توشيبة والتلفزيون اي ان كان اختياراتك بس لازم العنوان برضو معها وتدوس اوكي هتلاقيه طلع لك اه المورد توشيبة والمنتج التلفزيون هيجيه طلع لك لايه النتيجة بناء على شرطين انت حاطتهم طيب ممكن تلب شروط اربع شروط براحتك طيب لو احنا مسلا عملنا على التاريخ مع المورد وجينا هنا مسلا قلنا له عايزين اللي هي آآ يكون اكبر من يوم سبعة واحد يعني كل المبيعات اللي بعد يوم سبعة واحد وجينا هنا عملنا بتاعنا نعمل سيليكت على الجدول وعمل عليه سيليكت ونهينا نتكارتيريا نختار المورد والتاريخ بالاختيارات بتاعتنا وندوس اوكي هتلاقي يطلع لك المورد توشيبة وكل المبيعات اللي بعد يوم سبعة ده بالنسبة لاول اختيار طيب الاختيار التاني اللي هو بتاع هنا هتلاقي حاجة اسمها احنا هنا اول اختيار اللي هو عمل لك الفلتر او النتيجة في نفس المكان طب انا لو عايزا النتيجة دي المكان تاني عشان مسلا هتبحها او هبعتها ريبورت الحد كل اللي انا بعمله ايه نفس الفكرة برضو اللي هو الجدول بتاعي بعمل عليه سليكت تمام كده والكارتيريا رينج اللي انا نختارها اللي انا عايز عملها كوبي تو دي يعني انت هتنزلها في اني مكان ممكن تنزلها في نفس الشيط وممكن في شيط تاني بس خليها قدامنا هنا عشان خاطر تشوف النتيجة وبدوس اوكي هتلاقي عمل لك التصفية ساب الجدول زي ما هو واخد التصفية والنتيجة وحطها لك هنا كوبي جاب لك منها نسخة تقدر تطبعها وتقدر تبعتها لاي حد كتقرير في امته الفكرة يعني مثلا هنا لو انا هعمل بحاجة تانية مثلا هنا المغزن انا ليه باخدها كوبي عشان خاطر لو انت كاتب حرف زيادة او مثلا انتهيه بدلهيه مش هيطلع لك الفلتر مزبوط فانت اخد مني الكلام اللي انت كاتبه كوبي عشان يطلع نفس النتيجة باروح على هو عمل سليكت على الجدول الكارتيريا اللي هي المورد والمغزن مع اختيارات بتاعتنا والكوبي تو بتختار كوبي تو اناظر لوكيشن مسلا هنزلها فينا نحطها هنا اهو وادوس اوكي هتلاقي على طول طلع لك اهو مغزن من توشيبا الموضوع بسيط جدا زي ما قلتلكم القصة كلها بتروح على data advanced list range دي الجدول الكارتيريا range دي اللي هي الاختيارات بتاعت الفلتر والكوبي تو بتختار المكان اللي انت عايزه عشان تسهل على نفسك واقف جوة الجدول واول ما هتقود هتدوس ادفانسيت هتلاقي على طول عملك سلكت على الجدول اللي انت واقف فيه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر